مبارح كان فيه مباراة بين واتفورد ووست برومتش ألبيا فيه الشامبينشيب فيه لاعب سويدي اسمه كين سيمة بيلعب فيه واتفورد كان عنده إصابة ورجع بعد إصابة طويلة وسجل هدفي الفوز لفريقه تمام؟ اللي هو واتفورد الموقف اللطيف في إيه؟ اللاعب مصاب بمشكلة مشكلة اللطيف أو المشكلة بتاعت التأتأ ده الاسم العلمي يعني عنده صعوبات في الكلام يتلع سم وهو يتحدث هي مشكلة عند كثير من الناس في العالم كله بس عادة اللي بيبقى عنده المشكلة دي بيبقى بنا آدم خجول مش حابب يتكلم خاصة الكمال اللي بقى لو هو شخص مشهور فبيحاول يبقى عن الكاميرات ما يخشش لقاءات تلفزيونية ما يتكلمش بتكسف أصلي الناس لما بتكلم بالطريقة دي ممكن تحرجني فتكسف هو عمل إيه؟ لأ شاهد قناة تلفزيونية أنا موافق أعمل معكم لقاء ليه؟ هو كان عايز يودي رسائل للدنيا كلها اللي عنده الطيب ده أو اللي عنده المتلازمة دي ما يتكسفش ما يقلقش يبقى عنده ثقة يبقى عنده جرأة يبقى عنده شخصية بطل شوفوا الفيديو وتعالوا نكمل بالطبع. كان مقابلت على مراتيك وكانت فقط في حاجة التفاق. فقط على حاجة التفاق. كان مقابلت جيدا. كيف جدت أن تكون المعارضة في الفرس السبب؟ بالطبع أنه كان مرحباً. في الوقت لديه مرحباً. فعلت كل شيء يمكنني أن يكون هناك مرحباً. ولكن قررت اليوم. سيكون لديه اليوم. وكثيراً. 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 لقد كان لديه. لقد كان لديه مرحباً. لكن... ملهم وبطل. ملهم وبطل. أنا تقريباً تفرجت على الفيديو ده النهاردة بتاع خمسين مرة. وأنا دلوقتي بقى عرضه لحضراتكم بفرج عليه تاني. ممتع. كنت سيما لاعب واتفورد الإنجليزي. إنه مبارح. بعد ما سجل هدفين في وست برومتش ألبيون. اتكلم في لقاءة تلفزيوني. عنده طفل التأتاء أو التلعسم في الكلام. حاجة عند كثير من الناس في كل العالم. بعض الناس أو كثير من الناس يخجلوا إن هم يتكلموا قدام الناس العادية. ما بالك أنت هو بيطلع يتكلم قدام التلفزيون. عشان يدي رسالة لكل الدنيا. لكل الدنيا. إحنا ما بنتكسفش. اللي عنده الحاجة دايت ما بيقلقش. اللي عنده الحاجة دي بقى جريء. اللي عنده الحاجة دي بقى بطل. اللي عنده الحاجة دي بقى شخصية كبيرة. مفيش أي مشكلة. ويدي رسالة كمان لكل الناس كيف تتعامل مع أي شخص. تشوفوا ممكن يكون مختلف عنك. ممكن يكون مختلف عنك. كرة القدم. دي الحاجات الحلوة. والله العظيم. والله العظيم. الكرة والرياضة. دا الهدف بتاعها. إحنا يا رب نروح في حتة. إحنا نلعب كرة ليه؟ اسمها لعبة. عش نبقى ممسطين ونبقى فرحانين ونبقى سعداء. تبقى روحنا المعنوية في السماء. ندي رسال إنسانية. ندي رسال إنسانية. محمد كدوس. اللعب الغاني من يومين. بص اللقطة. بس مش معايا النهاردة. محمد كدوس سجل هدف لفريقه. فراح قلع التيشرت بتاعه. وكان بيعزي قدسو اللعب الغاني. اللي توفى فيه الزلزال في تركيا. قدسو قعد فترة تحت الأنقاض. ومحدش يعرف عنه حاجة. بعد كده طلع خبر وفاده. فالموضوع هزل الدنيا كلها. كدوس اللعب الدولي الغاني. قلع التيشرت بتاعه. وطلع رسالة تعزية لكريستان أدسو اللعب الغاني. يعمل إيه بقى حكم المباراة؟ يعمل إيه حكم المباراة الطبيعي؟ انذار. تعليق التيشرت بتاعك. فحكم المباراة يقول له. يقول له الكدوس. يقول له انت عملت حاجة مخالفة. بس أنا مش هديك إنذار. عشان دي حالة استثنائية. دي حاجة استثنائية. ممكن أتخطى القانون في هذه اللحظة. قانون اللعبة. رسائل. حاجات. وتفاصيل. إحنا مش جامدين كده مش شوية ناس بتقعد تزعق وتهيس وخلاص. يعني. حابيت أبدأ الحلقة النهاردة بالكلمتين دول. بالكلمتين دول.